بدون اي مقدمات خالص انا جاي اتكلم معاك على واحد من اكتر الاجهزة الشعبية في السوق المصري او اتنين بمعنى صاحب ان هما جهازين بس من نفس السلسلة وهنتكلم بجد مع بعض يعني هنشوف هل هو يستاهل فعلا هل هو يدفع فيه الفلوس بتاعته ولا لا خصوصا ان هو كل الحاجات اللي في الفئات الصريع وكل الفئات اصلا سعرها غيري الجهازين دول هما الريلمي سي 35 والريلمي سي 30 موبايلين لو كملوا نجاح اجدادهم يبقى عملوا اللي عليهم قوي ليه بتكلم على اجدادهم لان من اربع سنين تقريبا كان اول جهاز ينزل في سلسلة ال سي وعملت له مراجعة كان الريلمي سي 1 وكان حرفيا احسن جهاز موجود في السوق المصري وقتها بساعة 2000 جنيه فديت نفس السلسلة على فكرة بس بقت احسن شوية طبعا وعدله على كذا حاجة بما ان عدى كذا جيل من ساعة اول جهاز ينزل فيهم التصميم مثلا باين جدا التطور اللي حصل فيه رغم ان الموبايلين معمولين من بلاستيك ولكن شكل بلاستيك على كل واحد فيهم مختلف جامد قلت لك ان هو ازاز ما قدش تاخد بالك من الفرق لان لو حد كان قال لي ان هو ازاز ما قدش هاخد بالي من الفرق انا كمان البلاستيك بتاعه شبه الازاز قوي فعلا جوانب مسطحة ومسكته حدة في الايد كده الموبايل كبير عموما عجبني كده تفصيلة صغيرة فيه الحتة بتاع زرار الباور اللي هو برضو بيشتغل بصمة معاك نزل الجوه كده شوية فبتسهل اكتر الوصول للبصمة واللي هي سريعة هنا بالمناسبة من ناحية الشكل هو فعلا عجبني السي 35 وتعليقي الحاجة الوحيدة اللي عليه هو انه بيلم تراب بشكل فضيع او عن لون اللي سود اللي معايا هنا التراب يتجمع ما بين الكاميريات كده والبصمات بتاعتك بتبان عليه فلو انت هتشتري الموبايل دوت علشان تستمتع بجماله محتاج تحافظ على انضافته جامد قوي الريلمي سي 30 بقى العادي على الناحية التانية مفوش الحتة ديت لان الظهر مش بيديلك احساس الازاز لا هو بلاستيك ومعترف انه بلاستيك ولكن عامل لك كده تضليعه في الظهر شكلها لطيف بصراحة اللي مش عاجبني فيها بقى ان هي مفوش مكان للبصمة لان هو الموبايل مفوش بصمة اصلا لا في الظهر ولا في الجنب ولا في الشاشة ولا في اي حتة هو حاجة كده من غير اي بصمة خالص فهتتعامل بقى مع الفيس اي دي اللي معمول بالسوفتوير خلينا نتكلم على الشاشات وطبعا احنا هنا مش مستنين بقى 120 فريم وشاشة اموليد واي حاجة من الحاجات ديت احنا عايزين بس شاشة ايه تكون الوانها حلوة كده واستوعها كويس وتفاصيلها كويسة وده بصراحة متحقق في الموبايلين نسبيا كل واحد بنسبة للفئة بتاعته بس خصوصا الـ C35 يعتبر كويس في الحتة ديت الالوان اللي بيعملها كويسة التفاصيل حده بربعمية بيكسل بر انش تقريبا فتلاقي كده حدة في التفاصيل مع شاشة بتوصل لحد 600 نتس فهتبقى شايف منه تحت الشمس بشكل كويس كمان الـ C30 بقى نقصاه حتة الحدة ديت لان كثافة البيكسلات فيه 270 بيكسل بر انش بس فاتحسن هي ايه اقل شوية معالج عندك هنا معالج جديد اسمه يوني سوك او يوني اس او سي شوف بقى انت هتسميه ازاي النسخة بقى T616 موجودة في الخامسة وتلاتين و T612 موجودة في الـ C30 ماينفعش اتكلم هنا عن معالج الواحد وبصراحة لان فيه كذا عامل مختلف الـ C35 بيغي معه 4 رام الـ C30 بيغي معه 2 رام بس انما الـ 2 بيجوا بـ UFS 2.2 ديت اللي هي سرعة نقل البيانات لو انت بتعمل copy و paste كتير لو انت بتبعت حاجة من وإلى حد تاني فهتلاحظ ان هو اسرع شوية من بقى الموبايلات اللي فيها ديت بس الـ 2 رام الـ C30 بصراحة كانت حاجة مدايقاني شوية والوجهة اللي جاية على الموبايلين دول رغم ان هي Realme UI ولكن فيه اختلاف ما بينهم عندك الـ R Edition النسخة الـ R موجودة على الـ C35 وديت نسخة مخففة من الوجهة بتاعتهم انما عندك الـ Go Edition او النسخة الـ Go موجودة على الـ C30 وديت نسخة مخففة من الـ Android نفسه مش الوجهة بس فالـ 2 دول مش بيجوا بالوجهة الكاملة بتاعت Realme المعتادة اللي النسخة ديت من الوجهة بتحاول تعمله ان هي تخفف الضغط على الموبايل الـ Go Edition كمان تحديدا بتبقى مركزة قوي في النهاية ما تشغلش حاجات كتيرة وتخفى الحمل على الرامات وده وتحنا محتاجين وهنا لان يا دوبك معنا 2 RAM الأداء العادي بتاع الموبايلين ما كانش عندي مشكلة كبيرة معايا خصوصاً الـ C35 يعتبر كويس برضو قوي حتى في الألعاب بصراحة داني أداء أحسن من اللي أنا كنت منتخيله يعني هو كان شغال معايا كويس نسبياً عندك بطارية كبيرة في الموبايلين 5000 ميلي أمبير الـ C35 بيشحن 18 واط الـ C30 بيشحن 10 واط ومعنديش مشاكل مع صورة الشحن البطيقة اللي مديني فيه ان هو على عكس أخوه الأكبر مش بيجي بمدخل تايب سي بيجي بالمدخل المايكرو يو اس بي القديم ديت حاجة برضو تحسب ضد النسخة الأقل من الموبايل اللي هو الـ C30 لكن بصراحة البطارية بتاعت الـ 2 وخصوصاً الـ C30 تعتبر ممتازة قوي هتتكلم على التصوير فما تحطش توقعاتها عالية قوي على الـ C30 برضو يعني هو ايه صور لو انت محتاج تصور حاجة محتاج إضاءة قويسة ومش هتاخد أحسن ديناميك رينج مثلاً وطبعاً ابعد خالص عن الإضاءة الضعيفة الـ C35 على الناحية التانية فاجئني بصراحة بجودة الكاميرا بتاعته وتعتبر حاجة أعلى من اللي أنا متعود أشوفها في فئة الـ C الكاميرا الأساسية بتاعت الـ C35 اللي هي الكاميرا للـ 50 ميجا بيكسل وديت الكاميرا الوحيدة المهمة في الترتيبة الوردية فعلياً كنت راضي جداً عن الأداء بتاعها مقابل السعر اللي انت هتدفعه في الموبايل حتى لما تيجي تحط الصور بتاعت الـ C35 جنب الـ C30 هتلاحظ الفرق دوت الترنت دوت هتلاحظ ان هو بقى بيقرر في كل حاجة لما تيجي تقارن الـ C35 بالـ C30 أنا بصراحة عجبني الـ 35 قوي وفعلاً كنت مقتنع به شايف ان هو موبايل يستاهل تحط فيه فلوسك هتلاقيه وقف عليك بحوالي 240 دولار أو ما يساوي الـ 6000 جنيه مصري الـ C30 على الناحية التانية رغم ان هو جاي بحوالي 4000 جنيه أو 160 دولار ودوت يعتبر سعره خويس قوي بس بيقدم تضحيات كتيرة انا شايف ان هو لا ما ينفعش حد تستعماله تقيل عن موبايل موضوع غياب البصمة ممكن اتغاضع عنه ممكن ما يفرقش مع ناس كتيرة الـ 2 رام المدخل المايكرو يو اس بي حاجات كده ايه اللي هو لا انا عارف ان انت محتاج توفر في السعر بس يعني ديت بقت حاجات مهمة دلوقتي مش كماليات بس فعلشان كده الـ C35 من الموبايلات اللي افترش حاطي الـ C30 انا مش حبه قوي ولكن في نفس الوقت مش لاقي بدايل تانية اقوى في نفس السعر قوي فلو انت مستعد تتقبل التضحيات اللي انا عدت لك عليها ديت هتلاقي الموبايل شغال معك كويس قوي موسيقى